رئيس الوزراء يؤكد وجود توجيهات من الرئيس السيسي بدعم الصناعة وزيادة الصابرات المفوضية الأوروبية تقدم اليوم مقترحتها للسيطرة على أسعار الطاقة وإعادة الاستقرار للأسواق والفكومة الفرنسية تعتزم تجاوز الفرلمان دستوريا لتمرير موازنة عام 20-23 أهلا بحضراتكم من جديد ونشر اقتصادية جديدة تأتي حضراتكم عبر شاشة اكسترا نيوز ومن العنوين إلى تفاصيل هذه النشرة عقد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية خلال الاجتماع أشار مدبولي إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة للحكومة بدعم وتطوير قطاع الصناعة والعمل على زيادة حجم الصادرات ومن ثم تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصادرين المصريين سواء فيما يتعلق بالنقل أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الافريقية أصدر المركز الأعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تناول رصد المؤشرات الدولية لمصر في ظل أداء قوي ومتصاعد للجمهورية الجديدة في كافة القطاعات التنموية على الرغم من توالي الأزمات التي تعصف بدول العالم المزيد في هذا العرض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 تقدم المفوضية الأوروبية اليوم تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز ستقدم المفوضية إصلاحا لمؤشر سوق الغاز الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للتعاملات هذا ومن المقرر أن يتم مراجعة تلك المقترحات يومي الخميس والجمعة من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في براكسل قبل اعتمادها المحتمل في نوفمبر يعتزم الاتحاد الأوروبي طرح مقترح لاستخدام ما يصل إلى 40 مليار يورو من ميزانية الاتحاد لدعم الأفراد والشركات التي تكافح لتعامل مع الأسعار المرتفعة الناجمة عن أزمة الطاقة وقالت صحيفة بلومبرغ أن المفوضية الأوروبية ستوفر للحكومات القدرة على الاستفادة من أموال التماسك الحالية لدعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المتضررة من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء إلى جانب مساعدة الأسر الضعيفة على دفع فواتير الطاقة الخاصة بها من خلال البرامج الوطنية أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن أوروبا بدأت في اتخاذ إجراءات تقشف شديدة لترشيد استهلاك الكهرباء تحسبا لفصل شتاء قارص البرودة وأشرت الصحيفة البريطانية إلى أن الحكومات في جميع أرجاء القارة الأوروبية بدأت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعويض النقص في واردات الطاقة الروسية فيما بدأت الحكومات والسلطات المحلية في جميع الجول الأوروبية تستجيب لدعوات الاتحاد الأوروبي لتخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 15% زادت أسعار الغاز الطبيعي خسائرها خلال تعاملات اليوم الرابع على التوالي حيث هدأت المخاوف المتعلقة بنقص إمدادات الطاقة خلال أفصل الشتاء وسط تقص أكثر دفئا من المعتاد ومع ارتفاع مستويات تخزين الغاز في أوروبا بينما تراجعت العقود الجلال الغاز الطبيعي في هولندا بنسبة 4.8% لتصل إلى 121 يورو وتسعة وسبعين سنة لكل ميجاوات أكدت وكالة بلومبرغ إيقانوميكز أن فرصة حدوث ركود أمريكي خلال عام بلغت 100% أوضحت الوكالة أنها تتوقع أن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحدث خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مقابل تصريحات الرئيس الأمريكي المتفائلة كما وجدت بلومبرغ إيقانوميكز أن تدهور في التوقعات كان مدفوعا بتدهور واسع نطاق في المؤشرات الاقتصادية والمالية المستخدمة لديها مع الارتفاع السريع لأسعار الفائدة الأمريكية بهدف ترويض التضخم تسببت قوة الدولار في متاعب لعملات العالم تجاوزت الحدود الأمريكية ما أدى إلى ارتفاع التضخم في أماكن عدة المزيد نتابعه في هذا التقرير ركود مؤكد يتجه إليه الاقتصاد العالمي بعد فترة كبيرة من الضبابية نتيجة المؤشرات غير المسبوقة التي سجلتها معدلة التضخم العالمي واقع الاقتصاد العالمي يظهر وبوضوح في حال الاقتصاد الأمريكي حيث تشير توقعات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن احتمال دخول أكبر اقتصاد في العالم إلى دائرة الركود خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة أصبحت حتمية مقابل التوقعات المتفائدة للرئيس الأمريكي جو بايدن وفي الوقت نفسه أدى مزيج ارتفاع أسعار الطاقة ومعدل التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتراجع الاقتصاد العالمي إلى زيادة احتمالات دخول الاقتصاد البريطاني دائرة الركود حتى منتصف العام المقبل على جانب آخر توقع الاتحاد الألماني للتجارة المزيد من الانتكاسات لمتاجر التجزئة في ضوء تراجع مناخ الاستهلاك وارتفاع تكاليف الطاقة حيث يخشى الاتحاد من تصارع إغلاق المحلات في مراكز المدن خلال الأشهر المقبلة وسط توقعات صندوق النقد الدولي بأن تستمر أزمة الطاقة في إنهاك ألمانيا لفترة طويلة قادمة الأمر لا يتوقف عند تلك الدول إذ يتوقع خبراء الاقتصاد معدلة تضخم عالية للغاية في جميع أنحاء العالم خلال العامين الحالي والمقبل بعد أن يبلغ متوسط التضخم تسعة وخمسة من عشر بالمئة على مستوى العالم وهو أعلى بنسبة ستة وسبعة من عشر نقطة مأوية من متوسط معدل التضخم على مدى العقد الماضي الذي أعلنه البنك الدولي المشكلة العالمية الراهنة يغذيها جزئيا لارتفاع السريع لأسعار الفائدة الأمريكية فمع تحرك الفيدرالي لطرويد الأسعار المحلية المرتفعة تسببت قوة الدولار في متاعب لعملات العالم تجاوزت الحدود الأمريكية مما أدى إلى ارتفاع التضخم في أماكن عدة ورفع احتمال تقلب الأسواق وتعمق الفقر والبطالة وربما نسف الأهداف الإنمائية للألفية توقع بانك أوف أمريكا توقع اقتصادا قاتما في الولايات المتحدة رغم أن علامات الضعف أو المعاناة لم تظهر بعد وقال البنك الأمريكي أن المستهلكين ينفقون أموالهم موضحا أن هذا الوضع يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي لإبطاء النشاط الاقتصادي أكثر صعوبة تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصدار ما يتراوح بين 10 ملايين إلى 15 مليون برميل نفط إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي ذكرت بلومبرغ أن تلك الخطوة تهدف لتحقيق توازن بالأسواق ومنع أسعار البنزين من الارتفاع أكثر سيكون ذلك هو أحدث إصدار من الاحتياطي الاستراتيجي ضمن البرنامج والبالغ قدره 180 مليون برميل والذي بدأ في مايو الماضي توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة خلال الشهر المقبل لأعلى مستوى منذ مارس عام 2020 من خلال أكبر سبعة حقول لتصل إلى 9 ملايين و 105 ألاف برميل يوميا بزيادة 104 ألاف برميل عن تقديرات شهر أكتوبر الجاري وذلك معصول الإمدادات في حوض برميان لمستوى غير مسبوق قد تصل إلى 5 ملايين و 403 ألاف برميل يوميا في شهر نوفمبر المقبل وبزيادة 50 ألاف برميل عن مستوى أكتوبر أما في فرنسا فقد قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفيا فران أنه من المحتمل استخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور الفرنسي والتي تسمح للسلطة التنفيذية بتجاوز البرلمان لإصدار قوانين وذلك لضمان تمرير موازنة فرنسا لعام 2023 قال فران إنه من المرجح استخدام هذه المادة من الدستور غدا الأربعاء وهو الموعد الأخير لدراسة جزء من النفقات لمشروع الموازنة لعام 2023 من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية مؤكدا متابعة كيف ستتطور المناقشات اليوم أكد السفير الروسي لدى برلين سيرجي نتشايف أكد استعداد بلاده لإمداد ألمانيا بالغاز عبر خط أنبيب الغاز نورد ستريم 2 غير المتضرر وقال نتشايف إنه لا توجد إشارات من برلين حول إمكانية إمدادها بالغاز عبر خط أنبيب الغاز نورد ستريم 2 غير التالف محملا السلطات الألمانية مسؤولية تدمير التعاون مع روسيا في مجال الطاقة وأضاف السفير الروسي أن القيادة في ألمانيا أصبحت رهينة للموقف الجماعي للغرب لافتا إلى وجود إمدادات تعاقدية موثوقة وطويلة الأجل لإمداد ألمانيا بموارد الطاقة الروسية متهما برلين بتدمير التعاقدات تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم حيث تفوقت المخاوف المرتبطة بنقص معروض الخام في الأسواق على تلك المتعلقة بتباطئ الاقتصاد العالمي انخفضت العقود الآجلة لخام براند بنسبة 5 من 100% لتصل إلى 91 دولار و57 سنة للبرميل كما هبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 1 من 10% لتصل عند مستوى 84 دولار و41 سنة للبرميل أما أسعار الذهب فقد تبينت خلال التعاملات حيث يقيم المستثمرون توقعات رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وتداعيات التشديد النقدي القوي على الاقتصاد الأمريكي بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 1 من 10% ليصل عند مستوى 1652 دولار للأوقية بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بما يقارب السبعة دولارات لتسجل مستوى 1657 دولار للأوقية ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات بقيادة شركات التكنولوجيا مستفيدة من تحسن شهية مخاطرة في الأسواق وارتفاع الأسهم الأمريكية مع استمرار صدور نتائج البنوك المالية حيث صعد المؤشر الرئيسي ستاكس يوروبا 600 بنصف بالمئة كما زاد كاك الفرنسي بنحو 8 من 10% وارتفع مؤشر فوتي البريطاني بـ 1% فيما زاد داكس الألمني بنسبة 1 و3 من 10% ومن الأسهم الأوروبية إلى الأسهم الصينية التي تبين أداؤها في تعاملات اليوم وسط مخاوف بشأن معدل نموي في البلاد مع استمرار تمسك السلطات بسياسة صفر كوفيد تراجع مؤشر شنجهاي المركب بنسبة طفيفة وتقدر بفاصل 1 من 10% فيما استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية عند 7.19 يوان حذرت وكالة تصنيف الاعتمانية ستاندر دامبورز حذرت من أن الضعف الين الياباني والمقترم بارتفاع أسعار الوقود قد يتسبب في الإضرار بشركات الطاقة اليابانية والتأثير على جودة ائتمانها وأشرت الوكالة إلى تكبد قطاع الطاقة في اليابان خسائر فادحة مع تدهور ملحوظ في المقاييس المالية وذلك بعد وقت قصير من انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاما وقالت الوكالة إن أحد العوامل التي تحد من المخاطر السلبية التي تواجهها الشركات هو احتمالية حصولها على دعم حكومي لمواجهة هذه التحديات موسيقى موسيقى بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام قولتنا الاقتصادية لهذا اليوم ولمزيد من الأخبار يمكن لحضراتكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة شكرا على طيب المتابعة كان معكم في هذه الجولة الاقتصادية دارين مصطفى حتى ألتقيكم من جديد أترككم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى